أكد وزير الخارجية سمح شكري ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسؤوليتها القانونية والإنسانية لتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة والتدخل لوقف تلك الانتهاكات جاء ذلك خلال اللقاء وزير الخارجية مع المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية في ميانخ كاريم خان حيث حرص الشكري خلال اللقاء على الاستماع من المدعى العام لمجريات التحقيق التي أطلع بها مكتبه بشأن الانتهاكات الإسرائيلية محل اختصاص المحكمة في فلسطين من جهته قال المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الحالة في فلسطين بما فيها الأوضاع بغزة قيد التحقيق ودور المستقل للمحكمة ينص عليها من انتهاج الشفافية في مجريات التحقيق هو الضامن لإنجاز العدالة اشتركوا في القناة